بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من سلسلة حل المشكلات الرياضية المستوى الرابع الجزء الخاص بمسائل الأولمبياد الدولي للرياضيات الجامعية خلي بالك في الكلام دي أول مسألة خالص في الجزء ده من السلسلة تاني سلسلة حل المشكلات الرياضية تقسمت مستويات مستوى أول تاني تالت رابع ولسه في مستويات جاية بس احنا وقفنا عند الرابع لحد الآن وشغالين فيهم بالتوازي مع بعض كل مستوى تحتي قوائم تشغيل كل قائم التشغيل حسب يئما الفرع الرياضي المسائل دي عليه مثلا معادلات جبرية تكاملات مش عارف ايه يئما في المستوى الرابع بس اللي استمناها استمنا قائمة تشغيل حسب المسابقات قلنا هنخلي قائمة تشغيل لمسابقات الوليمبياد الدولة الرياضيات ما قبل الجامعية اللي واسمه الIMO International Mathematical Olympiad ما بيبقاش فيها غالبا حاجات من الجامعة اللي هي الحاجات المعقدة زي اجزاء كتيرة في التفاضل والتكامل او في المعداد التفاضلية او في التوبولوجي مثلا او او نظرية اجزاء معينة في نظرية الاعداد حاجات متقدمة بتبقاش موجودة في ايه بتبقاش موجودة في الIMO بتبقاش موجودة في مسابقة تانية بقى المسابقة التانية هي ايه نفس فكرة International Mathematical Olympiad بس اسمها International Mathematical Competition IMC التانية IMO دي اختصارها IMC مسابقة معمولة في الرياضة ومسابقة دولية بيخش فيها دول كتيرة جدا اكتر من مئة دولة بتخش في المسابقة دي بس بقى للجامعات للناس الطلبة اللي في الجامعة اللي ما قبلها مش ما قبل الجامعة بقى ما قبل التخرج الناس اللي لسه ما تخرجوش شرط انك تقدم فيها تكون تدرس لسه في الجامعة وبتقى بتخصصك رياضية المسابقة دي برضو مسابقة يعني خطيرة جدا واسئلتها تبقى معقدة ليه الغاية واعقد بكتير عافية من الIMO الIMO مستواها اصلا مش داخل في نقاط كتيرة من الحاجات المعقدة فيه اجزاء كتيرة في الرياضيات ما بتشملهاش اصلا الIMO فالIMC بقى مسابقة اعقد وهتلاقي فيها مسائل يعني من القلبك يحبها هي والبوتنم اجزام اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت اللي اتنين دول اسئتهم اعقد بكتير فهتتبسط يعني بس انا بديل نهارده بداية خفيفة خالص معاك جايبلك مسألة يعني تتحل سهلة خالص كمان اعايز اقولك يا سهلة والله جدا لو انت ممكن تحلها وانت في التانية سنوي اول سنوي بس تفكر تفكير منطقي سليم زي ما هنعمل نهارده وان شاء الله توصل للحل بسهولة المسابقة دي لو دخلت عالنت هتلاقي بسهولة خالص اكتب في السرش IMO International Mathematical Competition IMC هتلاقي ولك For University Students Twenty Twenty A Two هتلاقي مكتوب لك هنا مثلا اكتبت IMC 2022 انا عايز المسابقة دي هي لها موقع طبعا وده اللوجو بتاعها عايز المسابقة بتاعت 2022 فهتدي لك ان هي ايه Day One Questions بعدها Day One Solutions يعني اسئلة اليوم الاول بيبتبع على يومين واسئلة الي ايه وحلول اسئلة اليوم الاول ونزلين الحلول عادي For Free ومدينك طبعا كل السنين لو اخترت اي سنة هتجبها كل السنين تحت ايه فهمي الفكرة ايه وDay Two Questions Day Two Solutions انا هفتح مسلا انا هو هتلاقي الاسئلة طبعا اسئلة اعقد بكتير من المستوى التاني وتظل فيه الليفل اللي بيتحل عادي فهي ايش طب تحل ولكن تقف مستويات اعلى وفي مواضيع رياضية اعلى وفيه حاجات منها تبقى سهلة اه ده لا نمكر ذلك ولكن في المجمل هي اصعب من البقين فهمي الفكرة ايه حاجة زي كده انت ما درستها ما درستش كتير منها بكده دي حاجة في نظرية الاعداد مثلا دي حاجة برضو في نظرية الاعداد بتتكلم عن Prime Numbers هنحل كل ده بالتفصيل بس ايه انا بحاول اجيب لك الحاجات اللي ترى تفهمها بسهولة في الاول دي بنتكلم عن Matrices اصلا Matrix انت ما شتلاقي الكلام ده خالص في الاي ام او تقريبا الحلول تاعتها منزللك الحلول ببلاش معركة اليوم التاني اسئلة برضو لطيفة ما يغرقش حجم السؤال ممكن نعود فيه ثلاث ساعات يعني عادي وده حل السؤال حل اليوم التاني احنا بقى نحل ايه الفين واثنين وعشرين دي هناخد المسابقة بتاعت اول يوم اللي هو اسئلة اول يوم هناخد اول سؤال فيهم اللي هو قدام عينك انت شايفه داتي فيه تكامل وفيه حوارات هنحله باختصار شديد ونفهم حله ايه ونبقى كسدنا عشر نقاط في الامتحان ده الامتحان كله بكام ادى ربعين واربعين يعني بتمانين درجة احنا نبقى كسدنا عشر منهم وبريك قد ايه هي سهلة وتتحل مش نطوق الفين ده مش يكمل عشر دقيقة او اتنشر دقيقة بالكتير فخلينا نخش عطوري على الحل ونفهم هنعمل ايه طبعا الاجابات موجودة قدامك لو حبيدت وصلها خلينا ناخد السؤال ونخش السؤال سهل خالص بس قبلها محتاجة تديك شوية ايه مقدمة سهلة خالص كمان يعني اظن انت عارفها انت لادما انتكون عارفها لان اغلب اغلب مسائل الامبياد بتحتاج فيها للا ايه للي هقولك عيد لك ده المسألة بتقولك باختصار لت اف خلي فيه فانكشن نفترض فانكشن اسمها اف فانكشن لها دومين ورينج الاكس اللي بتعوض فيها بتنحصر من الصفر للواحد يعني ممكن اعوض بصفر واحد من عشر واثنين من عشر لحد واحد ولما اعوض في الدلة دي هيحصل براسس معينة على الرقم الامبوت اللي دخل ده هيطلع الناتج من صفر الامفينيتي ده الرينج لو انت مشمع ايه دومين ورينج فما كانك مش هنا انا قلت لك لادما انت مش معايا بالترتيب المستوى الاول والتاني والتالت تكون سمعتهم وتكون سمعت كورسات رياضة قبل كده كورس رياضة واحد ورياضة اثنين وهكذا ما تجيش للمستوى الرابع وانت لسه بتتعلم فانت فاهم يعني ايه دومين وفاهم يعني ايه رينج مش هنحتاجهم في حاجة عفاكة كثير يعني هو بس بيعرفك بيقول لك فترد ان الدلة دي بقى مالها ان انتجرابل فونكشن يعني ده اللي قابلة لالتكامل ده اللي اقدر اكاملها فيش ازمة في التكامل بتاعها يعني ما فيش مثلا حاجة خارج الدومين ما فيش التكامل مش هيطلع لي مثلا نقطة معينة مش متصلة ما عندهش اتصال او نقطة مش دفرنشاب والإلى اخير لا اقلق خلاص ريح نفسك الدلة دي اقدر اكاملها فيش اي مشكلة في التكامل والنتج يطلع ناتج ما فيش اي غلطة فيه حل بحيث ان بحيث ان ولا بحيث ان بحيث ان كأهمزة ان تكسر بعد حيثه طبعا مسألة فيها تفاصيل وفيها حالات بتفتح فيها عادي وفيها حالات بيجوز فيها الاثنين وبسعاب نقول ان كسر الهمزة بعد حيث في معوضع كتيرة بيكون هو الافصح ولكن فتحها بيكون صحيح تفرق الافصح حاجة ان اقول ده الافصح وان اقول ده صحيح دي نقطة تانية مهم مضوع طبيل مهم يعني بحيث ان ايه اه دي اريح ان الدلة دي ما لها بقية هي دلة اسمها اف الدلة دي لو عوضت فيها برامة الاسمه واحد ناقص اكس وضربت النتجين في بعض النتج دائما يطلع واحد طالما انت جوه ايه جوه الدومين بتاعت يعني الاسم اللي لازم ان تكون من صفر الواحد طب لو واحد عوض با اكس باثنين نقول له انت اصلا بره بره الدومين فالتعويض ده غلط من انت كده الشروب بتاعت الدلة الخصائص بتاعتها قصلي تنطبق عليها لما تكون انت ملتزم بشروط الدلة ايه شروط الدلة انك تعوض فيها بالدومين بتاعها ما تعوضش فيها با اكس بره الدومين يعني ما تعوضش با اكس بثلاثة او باربعة او بسالب خمسة دي كلها حاجات بره الدومين فلو عوضت با اكس من صفر الواحد يعني في الدومين المصبوط اي اكس تختارها ساعتها لو عوضت بيها وعوضت بواحد ناقص الاكس دي وضربت نتج دلتين في بعض انت فهم يعني ايه دوالد دلتين انت مش لسا تتعلم نتج انها هيطلع واحد ده الشرط اللي هم بدولك ده معطى قالك ده given بالنسبة لك صاد شذات دي معلومة لك بالمعلومة الوحيدة اللي بديه لك دي دي المعلومة الوحيدة اللي معانا اثبت اني ايه اثبت اني تكامل الدلة دي من صفر الواحد يعني على كل قيم اكس لما نعوضها بكل قيم اكس و بعدين نبدأ ان نعمل فكرة التكامل انت فهم يعني ايه تكامل اصلا تكامل صباح لفقول مش عايز اعلمك ده دلوقتي انت فوت سمعت رياضة قبل كده واخدنا بالتفصيل يعني ايه تكامل وفهمنا الكلام ده يعني مش ترسل بنتعلمه لما نرسم اي جراف بالمنظر ده وقولك ان دي اكس ودي الف اكس حلو فلو خدنا يعني حتة كده صغيرة اسمها دي اكس وضربناها في الارتفاع اللي هنطلع بيه ده اللي هو عبارة عن الفونكشن زيرو يعني بقت رقم حتة صغيرة خالص اللي ارجنا احنا خلينا للايه الارياز دي كلها الريكتانجل 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 دي كلها تتنطبق على بعضها وتلزأ في بعضها لحد ما تكون لي اريا كاملة للمساحة لزاحة المنحنة هو ده معنى التكامل فبنقول ان الشكل اللي هو عبر عنه بتكامل اف اف اكس الدلة اهي الارتفاع مضروف في العرض طول في العرض طول في العرض ايه لازم طول في العرض فهمناه ده عبارة عن مساحة مستطيل واحد من دول طب ليه عملنا ليه عملنا التكامل التكامل هو الا هي اصلا السميشن اهي استنى ده لم يعلق جامد اوي حلو السميشن اهي كانت كدهو واختصارها ايه سميشن بتكتب اس سيو ام سميشن صح كدهو خدنا الاس دي وما يعناها شوية دنتنا تكامل حرفيا التكامل سميشن يا جماعة التكامل هو هو بزبط تميعة للاس كان زمان كدهو فهي نفس فكرة الصميشن بس ايه فالصميشن بيجمع حاجات ديسكريت لكن التكامل بيجمع حاجات كنتينيوس بيجمع الاكساد قيامها كثيرة جدا 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 لا يمكن حصرها صفر ومن لو من صفر الواحد يبقى بيجمع من صفر بعدها واحد من الف اثنين من الف تلاتة من الف قيم كثيرة جدا جدا حلو هو بيقول لك من صفر لحد الواحد ده يدينا الارياء تحت المنحنة فده معنى التكامل يعني مش هشرح لك لسه وهو بيقول لك با اثبت اني المساحة تحت المنحلة التعدالة دي دايما بوسط يقول لك ايه اهو استنى اثبت المساحة دي دايما هتكون اكبر من او يساوي الواحد بس كده او عايزوا يقول لك اثبت المساحة دي يعاو بيقولك بك هل هل التكامل ده هيعطي قيمة ولا قيم كثيرة قيمة واحدة ده هيطي قيمة واحدة فى الاخر الماء الف اكس دي دلة معينة ولا يكن الي fakof اكس ديちゃんsticks اي مثال دعونا نفترض كده ان الف وف اكس دي مثلا ب اكس سكوير زائد سبعة اي حاجة انا بفضيك اي ارقام. حلو؟ الدلة دي في الاخر لما تعاوب بيها هنا نتج التكامل هيبقى قيمة ولا اكتر؟ قيمة واحدة. يقول لك اثبت بقى ان القيمة دي اكبر من او تساوي الواحد. همش عارفين هي كامل. همش عايزين نقول لك اصلا هات لنا هي كامل. همش تقدر تجيبها. هم نقول لك اثبت انها اكبر من الواحد او تساوي. اثبت بقى الاثبات ده. ا انا باختصار شي دي عايز اعرفك معلومة. لما تلاقي حاجة مسألة عادية خالص. مفاش اي مش متدي لك اي معطى فيه اكبر من او اصغر من. وفي السؤال بيقول لك اثبت بقى ان حاجة اكبر من او اصغر من. في حاجة هتحتاجها. مما يعني مما لا شك في انك هتحتاجها. مية في مية تحتاجها. حاجة اسمها الام شرطة جي ام. انيكواليتي. انيكواليتي. يعني ايه? انيكواليتي يعني متبينة. اللي هي ايه متبينة يعني? اللي يساوي اسمها ايكوالي على اكبار من او صغر من او ايvoir. ساوي علي الاتنين. ايه انيكواليتي. اي انيكواليتي ساوي ايكواليتي. ودهاية مكواليتي. يعني ايه متبينة حساجة. ايه ام و جيم دي. ام يعني متوسط الهندسي. انيكواليتي يمكن ااتنها السامية متبينة. الوسط الحسابي والوسط اللي يمكن ان تردد من الاسترد. ايه مذا Space Physical Mechanic Infrast to la 계 geek 테 Qual, Ans Som اي اكس واي. حلو؟ فالمتوسط الحسائي بتاعهم عبارة عن ايه؟ مجموعهم على اتنين. على عددهم. لو عشان يقول عندنا دقة. مجموعهم على عددهم. اللي هو المتوسط فكرة المتوسط بتاعهم ده يكون اكبر من او يساوي المتوسط الهندسي بتاعهم. ايه هو المتوسط الهندسي? اهو دربهم في بعض واخد الجزر. ده معنى كلمة متوسط الهندسي. خلي بالك. دول عشان هم اتنين فاخدنا الجزر التربيعي. لكن انت ايه? لو كانوا تلاتة هتاخد الجزر التكعيبي. لو كانوا تسعة هتاخد الجزر التاسع. لو كانوا ان هتاخد الجزر الان. فممكن تسيغ العلاقة دي بشكل اعام. فتقول لو كان عندي اكس واحد. ده لو انت عايز تسيغ بقى الاني كواليتي دي بشكل اعامي. اكس واحد. استنى. زائد اكس اتنين. زائد نقاط 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 لحد اكس ان. يعني عدد ان من القيم. واسمناهم على عددهم. ده كده متوسط الحسابي. دايما هيبقى اكبر من او يساوي الجزر الاني. حلوة الاني دي. للاكس واحد في اكس اتنين في اكس تلاتة لحد اكس ان. ده المتبينة دي بشكل عام بقى ده تشتغل بها في اغلب بصد. اغلب مسائل اولمبياد. اللي فيها اكبر من واصغر من متبينات يعني تحتاج فيها العلاقة دي. انك تفاهم العلاقة بين المتواصل الحسابي ومتواصل الهندسي. اختار اي رقمين. لو اخترت خمسة وسبعة. مجموعهم كام اتناشر. اتناشر على اتنين بستة. الستة اكبر من او يساوي من غير معرف. جزر حصل دربهم اللي هو خمسة وثلاثين. امسك الاية. جزر خمسة وثلاثين. لو طلع اكبر من ستة بقى يعني انت اثبت ان العلم غلط. جزر خمسة وثلاثين بخمسة وتسعة من عشر. يبقى الستة اكبر منه. دي قاعدة اي رقمين في الدنيا هتختارهم. طبعا لايها شروط ولايها قصة كبيرة. بس هي بالعومية اللي بقولك عليها. اي رقمين تختارهم او اي عدد من الارقامة تختارهم. لو جدت المتوسط الحسابي ليهم. المتوسط لهندسي دايما المتوسط الحسابي يطلع اكبر. ليه بقولك الكلام ده? لان هو فوق ما فيش اي معطم الدهولك. فيه اكبر من او اصغر من. ولايته في السؤال طالب اكبر من او اصغر من. قطعا هفكر في حتة ايه? هفكر في حتة ان انا اعمل المتبينة بتاعة الام والجي ام. انا مش هتجيلي كده لوحدها. لا انا عارف بالخبرة ان انا بحتاجها كتير. وانها تنطبق على اي شيء. خلي بالك. الدلة لما قولك اف اف اكس. حلو? ما هو في الاخر الاف اف اكس يعني ايه? يعني فيه اكسة فيه قيمة رتحط مكان الاكس. يعني دي قيمة برضو. ده ناتج يا معلم. ماشي دي دلة او كل حاجة. بس في الاخر هيتعوض مكانها بقيمة. وهيطلع لي في الاخر ناتج. يعني نقولك اف اكس بتساوي اي حاجة مسلا بتساوي ايه? بتساوي مسلا اكس تربيع زائد ايه? تسعة اي حاجة. ما في الاخر دي دلة انا عارف انها دلة. بس في الاخر لما اجهة استخدمها هيتحط مكان دي اكس مسلا بصفر. فيطلع ناتج هنا تسعة. يعني تلع رقم اهو? تلع رقم. فالاف اكس ماشي ايش طف اخيرها هيتعوض فيها بقيمة لل اكس. وهيطلع قيمة كنتجة نهائية لل اف اكس. حلو? فممكن عامل الاف اف اكس دي. انت في نظرك كده هو. الاف اف اكس دي قيمة. في الاخر اما اتعوض فيها تطلع قيمة. ونفس الكلام انا عندي اف المسألة. فعنديش غير الاف اف اكس والاف اف واحد نقص اكس. هم دول اللي هتستخدمهم. يعني كل حاجة من ترتبة ترتين منطقي. مش محتاجة ان انت تكون عبقار يعني. ما عندكش في المسألة غير حاجتين. وطالب متبينة. وانا ما عرفش حاجة في المتبينات غير المتبينة بتاعت الام والجي ام. دي ابسط حاجة تعرفها خلص. في متبينات غيرها على فكرة مشهورة. بس دي اشهر واحدة. معك قيمتين ومعك ايه متبينة انت حافظها. طبق المتبينة على القيمتين دول. هقول اني دايما مجموع دول على اتنين. يعني اللي هي المتوسط الحسابي. اهو اكتب متوسط الحساب ازاي? اكتب مجموعهم. مجموعهم على اتنين. على عددهم يعني. اكيد اين يكن قيمة اكس. ما? متاكن قيمة اكس. هيطلع قيمتين في الاخر. جمع قيمتين دول. ولو اسمتهم على اتنين كده جبت المتوسط الحسابي. هيبقى اكبر دايما من لو جبت الجزر اللي حصل ضربهم. ما في الشك. ده ايا ان يكون التعويض هيطلع بكام. ما هي اهمة تاكن قيمة اكس. طالما هي جوة الدومين. هيطلع. اما تعاوض باي اكس انت عايزها في العلاقة دي هيطلع العلاقة دي صح. لان اي قيمة تعاوض بها ال اكس هيدي لك دي بقيمة ودي بقيمة. ودي بقيمة ودي نفس القيمة. الاتنين نفس القيمتين دول بالزبط. نفس القيمتين دول هما نفس القيمتين دول. اكيد بقى لو وجدنا القيمتين دول. متواصل حسابي هيطلع اكبر من متواصل هي ايه? الهندسة. ده سم متواصل الهندسة. طب ما انا عندي معطى حلو قوي. ان الاتنين دول حصل ضربهم بكام. مديوني بواحد. يعني انا ممكن اشيل دي. اهو. وحطها بواحد. كل ده انا عملت عشان شفت بس شكل متبينة. مش اكتر. جزر واحد بواحد. ممكن امضرب الاتنين الناحة التانية. ويطلع ان دي اكبر من او تساوي الاتنين. قادي المعلومة دي عندي. احفظها دلاتي ايه? في التلاجة لان هنحتاجها كمان شوية. معلومة وصلنا لها من اللي شيء. حرفيا من بس بالملاحظة ان احنا او ما لقينا متبينة. قلنا طب ما نكتب متبينة لحنا نحفظينا. وصلنا لنتيجة حلوة جدا. ان مجموعة قيمة الدلتين دولة عند اي قيمة اي قيمة اي قيمة اي قيمة اي اتعاوى بها. هيطلع الف و الاف و واحد نقص الاكس دي دايما مجموعهم اكبر من او يساوي الاتنين. اثبتناها خلاص. طب هنستفي بها في ايه الشكل ده? مش عارف. تعالنا نجرب بقى. احنا عايزين دلوقتي تكامل للف و عايزين بالمرة تكامل للف و واحد نقص اكس. نجيب التكاملين دول ونحاول نوصل لهم. احنا اللي معنا في المسألة نحاول نجيبهم. نشغل حاجتين. نجيبنا لهم متوسط. هسابي وهندسي. نجيب لهم بقى اثنين تكاملات. تكامل منهم. هنسميه اي مثلا. هو اللي اصلا في المسألة. اللي هو التكامل من صفر الواحد. احنا مطلوب نسبة ان الاي دي اكبر من او يساوي الواحد. ده المطلوب في المسألة. نسبة ان لما نحط الدلة دي ونعملها تكامل من صفر الواحد. هيطلع الناتج ايه? ايساوي واحد او اكتر. همش عارفين هو كام. مش عارفين هي قيمة ايه. بس هي قيمة واحدة منهم. بس ايه يا مش عارفين. هنجزين نسبتنها اكبر من او يساوي الواحد. فمن فكرة ايه? طيب نعمل ده ازاي? اكتب الاي دي بصورة تانية. اللي هي اللي معنا في المسألة بردو. اللي هي اف اف واحد نقص اكس. هارفين لعب ايال يا جماعة. استنى. امسح ده. فهقول ان انا ايه? خلي بالك المعلومة. لو عملت اي هنا اي تعويض في التكامل بيطلع نفس التكامل. معلومة لك يعني لو قلت لك تكامل اكس دي اكس. من صفر الواحد. جميل. وامتقل لك ده بيساوي كام? قلت لي سهلة. هتقم قيل ده عبارة عن اكس سكوير على اثنين. ده التكامل اهو. عوض من صفر الواحد. لما تعوض بالواحد يطلع نص. ناقص لما عوض بصفر يعني ناقص صفر. ما شايف رأي حاجة يطلع بنص. ده انا قمت جاية عامل تعويضة في التكامل دي. دي اس يا التكامل. لو عملت تعويض في التكامل. لازم تغير ثلاث حاجات. تغير الدلة اللي هنا. عشان يبقى تعويضك صح. وتغير الدي اللي هنا. ده ده لازم يتغير هو كمان. وتغير الحدود. لو غيرت الثلاث حاجات دول التكامل هو هو بالظبط. هيطلع نفس الناتج. طب ازاي? تعال على سبيل المثال. افرد الاكس دي. قلنا انا عايزة احطها مثلا بوايتك عيب. اي حاجة بمزاجك. حد لي عندك حاجة انت كان اقلت المحاور مش اكتر. يعني التعويضة دين مفهوم تغيرش في التكامل الفوق. بس بشرط. هتغير ثلاث حاجات. تغير الدلة. وتغير الديفرينشل ايلمنت اللي هنا ده. وتغير الحدود. اول حاجة جي انا جيت الدلة خلاص صغيرتها. عايزة اغير بقى الديفرينشل ايلمنت. اشتقي الطرفين دي اكس هتساوي. ثلاثة واي سكوير دي واي. اشتقي الطرفين. طب عايزة اجيب حدود الواي. لما اغير الاكسات دي كده حدود الاكسات. الصفر والواحد يعني دي الاكس واحد. ودي الاكس اتنين. ده الحدود بتاعتك. بداية والنهاية. انا عايز بقى ايه? عايزة اقول لما كانت الاكس بصفر. الواي هتقاب كامل. عشان اشيل دي وحط الواي مكانها حدودها. لما الاكس بصفر حط الاكس هنا. بصفر. يبقى من صفر الواحد برضو. والدلة بقت وي تكعيب. ودي اكس ان شاء الله ونحط ثلاثة في وي تربيع في دي واي. التكامل ده لازم ان يديك نفس نتيجة التكامل لفوق. لانك عملت تعويض في نفس التكامل. لو عوضت في نفس التكامل. غيرت الدلة. غيرت الديفرينشل الالمنت. غيرت الحدود. لازم ان يطلع نفس الانتجريشن. اقو هتفكر ان هيختلف. تعالي نتأكد من ده. هنا كنطلع نص. لو ده طلع غير نص. يبقى احنا كلامنا غلط. تعالي نتأكد بقى ان هيطلع نص. قال لك هيساوي. طلع الثلاثة دي بره. تكامل من صفر الواحد. واي قص خمسة دي واي. القلم مقرف. انا كنت بتشقلب بيه زمان. مش عارف ايه اللي حصل. بقي علق. طيب التكامل ده هيبقى عبارة عن ايه? واي قص ستة على ستة. زود البور واحد اسم على البور الجديد. وعوض من صفر الواحد. ويبقى تنسى ان ده كله ايه? بره في ثلاثة. اما اتعابه بواحد يطلع ستس. ولما اتعابه بصفر يطلع سفر. يبقى الستس. ستس في تلت. بنص. نفس التكامل او لا? نفس التكامل. قطعا يا ابني اي تعويضة. لان انت لو شدتها وحطتها بصين بكوزين بطان باي حاجة. يطلع نفس التعويضة. نفس الناتج قصدي. فاذا نستنتج خلاصة جميلة جدا. ادي معلومة لك. ان اي تعويض هبتغير في التكامل. فانا عايز اجيب التكامل بتاع الاف في واحد ناقص اكس. اقوله ببساطة. انا ممكن اقول لك حاجة سهلة. اقول لك شيل اكس وحط واحد ناص اكس بس هتتلغبط. واحد يفكر ان احنا بنقول كده. ان احنا بنقول لك الاكس بتساوي واحد ناص اكس. انت بتعود على الشكل ده. طبعا ده مش صح. انت كده حكي ان انا بنحل المعادلة. لا. احنا ممكن نكتبها اكس نيو واكس اول. فتصمع من وجع دماغ. احسن حاجة ايه. غير المجهول. لو انت ما تعرفش يعني. فدي حاجة يعني بتبقى سيئة في حقك. تكامل اكس دي اكس. التكامل في اخير بيطلع يبني مساحة تحت المنحنة. بيطلع رقم يعني. تكامل اكس دي اكس من صفر الواحد. بيسوي بالضبط بالضبط التكامل من صفر الواحد واي دي واي. بيسوي بالضبط بالضبط تكامل من صفر الواحد زد دي زد. اللي انت عايزه طالما شكل ده له هو. وغيرت الرمز اللي هنا خليته رمز تاني. والحدود هتبقى هي هي طبعا. لانك أكيد نك عارف عملت إيه. أكيد نك قلت لنفرد X بتسوى. فصلاة النبي ما هي هتبقى D X بتسوى D X? هتبقى تسوى A Z D Y. والحدود هتبقى هي هي. يبقى أنت تقدر تغير التكامل بالرمز اللي قدامه بالشكل اللي تحبه. طالما ايه? اداله نفس الشكل. الديفرينش الالمنت بنفس الطريقة. الحدود هي هي. انت كده تقدر تكتب التكامل بأي شكل. كل دول بيساوي بعض. لا 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 اسسيات تكامل. فانا ممكن مثلا عايز اجيب تكامل فف واحد ناقص اكس. لو عرفت اجيب تكامل ف واحد ناقص واي دي واي. مش هو هو بالضبط التكامل ف واحد ناقص اكس دي اكس. هو هو بالضبط. بس بشرط ان الحدود تكون هي هي. الرمز مش هيفرق معانا. الرمز زيبني في الاخره هيتعوض مكانه بالحدود. اللي هنا هيتعوض. هتتحط مكان الرمز اللي موجود وهيطلع في الاخر ناتج. الناتج لو حطيت مكان الاكس واحد. هي هي لو حطيت مكان واي واحد ما هي نفس شكل الدلة. فالتكامل مش هيفرق لو الرمز مختلف طالما نفس شكل الدلة. نفس الديفرينشل المنت نفس الحدود. اساسيات هي بعبها لك عشان تبقى انت مش مجرد بتحل المسألة. طب انا عايز اجيب بقى تكامل. هو هو طبعا لانا عملت التكامل ده عايز اجيب تكامل لل اف واحد ناقص اكس. اعمل ايه? هقول باختصار شديد. لنفرض ان الاكس دي نيشعلو نحط مكانها واحد مقص واي. هي هي مش تفرق انها لدي اجتيب بتساوي سالب Organization. تبقى الحدود لما الاكس بصفر حطنا سفر. هيبقى الاicس لكم كمية؟ هيبقى الاي بواحد مقص هواتي دي ناح دانية وهت دي مكانا. يعني ايه؟ يعني واحد. يبقى الاي بدايتها من تحت بواحد. ولما الاكس تبقى بواحد هتلاقي الواي بقيت بصفر. يعني الحدود مقلوبة. طيب. يبقى كده نقول ان التكامل اصبح بيساوي من واحد لصفر. الحدود اتقلبت. استنى شاء القلم معلق. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اهو. والدلة بقت اف اف واحد ناقص واي. اهو. والدي اكس بقت ايه? سالب دي واي. سالب دي واي. كده اهو. خد السالب ده واقلب بيه حدود التكامل. لو ما تعرفش المعلومة دي فصباح العصر. السالب يقلب حدود التكامل. يعني ايه? يعني لو قلتلك تحت. تكامل من صفر الواحد. لا اكس دي اكس. ده بيساوي بالضبط سالب تكامل من واحد لصفر اكس دي اكس. ده معلومة ليك يعني مش عارفة. انت مش عارفها ولا ايه? لو قلبت الحدود يطلع سالب. لو دخلت السالب يقعدل الحدود. وهكذا. الحدود لو اتغيرت السالب ايه? يصغر سالب على طول. فدي معلومة لازم ان تكون عارفها. فبقى ده السبب ان احنا قمنا واخدين السالب الهنا عدلنا بالحدود. عشان يبقى التكاملين شاء بعض يعني. ايه اللي وصلنا ده? ان الاي لها صورتين. معلومة بقى انت مفوت في امتهد لقتي. ينفع شيء الواي دي وحط ما كانها اكس. ايه يبني شاء اختلف اي حاجة. طرى اك انك عملت سهلة اوي. واي بتساوي اكس. ابرحتك. واي بتساوي زد ده واي بتساوي اي حاجة. فان عشان نخليم شاهدها بعض بس مش اكتر. اما من خلي الواي دي شايلها كده هو. وحاطت ايه? وحاطت اكس. محدش لي عندي حاجة. كلام زي سليم وزي الفل. كده الا اهي. والاي اهي. الاتنين نفس الاي. شيل كل اللعبكة دي. اهو اهو اهو. شيل كل ده. كده الاي مكتوبة بطريقتين. ده التكامل وده التكامل برضو. لان احنا عمنا تعويض ما غيرناش فيه. ايه اللي نقدر عمله بقى? انا عندي فوق حاجة مهمة جدا. ان مجموعهم اكبر من او يساوي الاتنين. طب انا عايز اخلي ده عايز اخلي التكاملات تدخل في الانيكواليتي دي او في المتبينة دي. عايز اخلي التكامل يتحط جانبه اكبر من دي اعملها ازاي. فيه حاجة ملحوظة جدا. ان انا الحتة دي مع الحتة دي لو جمعتهم قدام التكامل. هوصل للشكل اللي فوق. فانقدر اقول اجمع التكاملين دول. بجمع التكاملين. يطلع اتنين من التكامل. اتنين اي. عبارة عن. تكامل من صفر الواحد. طالما الحدود هي هي. طالما الحدود هي هي. والفاريابل اللي هو هو اللي احنا شغالين به. اكس واكس. تقدر تقوم ايه? بدمجهم في تكامل واحد. ده بجديات يا جماعة. يعني تكامل اكس دي اك اكس من صفر الواحد زائد تكامل من صفر الواحد اكس سكوير دي اكس. اقدر اكتبه ازاي? اقدر اكتبه تكامل واحد فقط من صفر الواحد لان الحدود مشتركة هي هي. لازم ان تكون حدود هي هي. وهو ماخد الدلتين جميعهم على بعض. يبقى اكس زائد اكس سكوير دي اكس. بس كده. هو اللي فوق دول هم مجموعهم هو نفس اللي تحت ده بالزبط. فدي برضو من قستيات التكامل. الفروض انك تكون خدته الكلام ده وفهمه. بس انا بفترض انك يعني ناسي. فقدم جمعين الاتنين دول على بعض لان احنا عايزين نوصلهم للشكل التعليفه. فيطلع اف اوف اكس زائد اف اوف واحد ناقس اكس. استنى القلم. دي اكس. جميل طيب. يبقى الاي الواحدة بتساوي ايه? الاي الواحدة بتساوي. ما ان الاتنين دول قد بعض فكني بقول تكاملين على الاتنين يعني واحد منهم. ما احنا قلنا فوق الاي اي واحدة من دول. فلو جمعنا الاتنين اللي قد بعض. واسمناهم على الاتنين. اكني بقول ان هي الاي الواحدة اصلا. فهقسم على الاتنين ده على شغل جابري اهو. يبقى تكامل من سفر الواحد. اف اوف اكس. زائد اف اوف واحد ناقس اكس. اسمنا على الاتنين حط الاتنين دي جوه. عادي خالص. دي اكس. طب مش ده هو المتوسط الحسابي اللي احنا جبنا فوق. اه. ممكن احدي يقول انه هو اكبر من المتوسط الهندسي. فقول له تمام او واحد تاني عايز يراحمخه. ويشتغل باللي احنا وصلنا له فوق. استنى. اح كل اللعبكة دي. نفس المعادلة d ведь بالزبط. خد نفس المعادلة دي وانزل بها تحت. انزل بها تحت كده اوه. ماش يحنا وصلنا ان مجموعة دلتين دول مجموعهم كده فرضاني اهو. وصلنا ان هو اكبر من او يساوي الاتنين وهو. هقول بما ان التكامل او اهو قدام المجموعه ه نقول اذن بما ان تكامل حاكتين مع بعضهم والحاكتين دول اكبر من او يساوي الاثنين. هقول اذن ده بي ده بيساوي لا مش بيساوي. انقول ان ده. يساوي الشهر تكام الاتنين. ركز في الكلام. اهو. مش دول على بعضهم. اكبر من الاتنين? اه. اكبر من او ساوي الاتنين. لو خدت تكامل للطرفين. هيبقى تكاملهم اكبر من او يساوي تكامل الاتنين. ما هم حاجة اكبر من الاتنين. يبقى تكامل الحاجة اكبر من تكامل الاتنين. خد تكامل للطرفين عادي جدا يعني. ما هو التكامل بيكبر مع كبرى الحاجة خلي بالك. لو لو كاملت خمسة هيبقى اكبر من صفر الواحد هيبقى اكبر من لو كاملت صحة ثلاثة لأن الخمسه أكبر من ثلاثة بما أن الخمسه أكبر من ثلاثة يبقي تكامل الخمس الخمسه أجبر من تكامل mars لأنها من صحة تحت المنحنى فالxo الخمسة والثلاثة دول دوال الخطوط كل ما تعلي الخط كل ما الاريا تكبر دا لو أنت فاهم يعني الموضوع متحميل الجيد فتكامل الحاجتين دول لني إحنا 280 أكبر من أ implementations صحة فوق يبقي تكامل ہم أكبر من أ simpt tecamalming 20 تكامل المف何 تكامل الملكمde betvic tx Attorney 2 كونott ويستخدر الكثير من الاتنين. هذا هو ألف بي شخص. لو كنت لا Charlotte مستطيع عرف كلاهي سيطلع ابره. يبقى اكبر من أو سويل ال 2. يبقى ال 2i اللي هي التكامل ده هما الاتنين اكبر من أو سويل ال 2. يعني بمكن نكتب ال 2 اي كده. 2i أكبر من أو سويل ال 2. إذا الái اللي هي التكامل ال واحد منهم اكبر من أو سويل ال واحد وهو المطلوب. أنا كنت قد عملها أسرع مقابلة كثير و لكن لم أعرفها أبساطها أبساط من كده. بس إذن الـ I أكبر من أساو الواحد اللي هي الـ I مين بقى؟ التكامل ده؟ أو التكامل ده؟ يعني كان السؤال ممكن يقولك إذبت أن التكامل ده أكبر من أساو الواحد أو التكامل ده أكبر من أساو الواحد؟ السؤالين هيبقوا نفس الحل بالظبط أهو ده السؤال يا معالي خلصنا حلو سهل قوي لما شفنا حاجتين مضرومين في بعض يعني معنا ترمين معنا عنصرين ولأنها جايب أكبر من قلنا على طول ترمى فيه متبينة محتاجين أي حاجة جبلنا متبينة تخلق متبينة إيه هي قاعدة حفظنا كلنا اللي هي قاعدة المتواصل الحسابي والهندسة كتبناها تلع الشكل ده قلنا عايزين نوصله نوصله إزاي قلنا جايبين تكاملين فيهم الترمين دول وجمعنا مع بعض ولقينا أن نتج الجامع ده خلينا بس ننزل قدر يوصلنا لإيه للحل اللي قدامك قدر يوصلنا نحن نقول بمئن تكامل الحاجة والحاجة دي أكبر من أو يساوي الاثنين يبقى تكاملها أكبر من أو يساوي تكامل الاثنين حلنا تكامل الاثنين طلع باثنين يبقى الاثنين او اثنين من التكامل اللي هو كان التكامل ده أصلا الكبير ده أكبر من الاثنين إذن الاي الواحدة أكبر من أو يساوي الواحد وهو المطلوب إثباته آيان يكن بقى قيمة التكامل كان بس هي متأكدين أنها أكبر من أو يساوي الواحد شكرا كده خلصنا المسألة نتابل في المسألة الجاية بإذن الله مع حاجة أصعب بقى وأتقل فكده احنا نشغلين في أربع سلاسل أربع مسابقات مع بعض ولسه في حاجات جاية هتبسطك أكتر يعني مش مش هنكتفي بدول لسه في كتير هي سلسلة طويلة الأمد يعني فقل لي في التعليقات انت استفدت ولا لا قل لي لو عايز اطول اقصر اعمل احب اسمع القراء يعني فربنا وفقك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته